بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وباركنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله تعالى وبياكم وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا الدرس المتعلق بالفقه ودرسنا بإذن الله تعالى في موضوع مهم وهو موضوع العدة موضوع العدة بإذن الله تعالى ستكلموا إياكم عن هذا الموضوع بالتفصيل ونبين الأحكام المتعلقة بالعدة كل هذا وغيره بإذن الله تعالى سيكون حاضرا معنا ولكن قبل الدخول في صلب درسنا يحصن بنا أيها الطلاب والطالبات أن نقف إياكم على أبرز وأهم الأهداف المرسومة لدرسنا فكونوا معي بارك الله فيكم إذن أيها الطلاب والطالبات درسنا في العدة هو الدرس السادس عشر وهو فيما يتعلق بأحكام العدة وهنا الوحدة الثالثة وموضوعاتها الطلاق والخلع والعدة والنفقات والرضاء درسنا من هذه الوحدة كما هو معلوم هو عن العدة نأتي وإياكم أيها الطلاب إلى الوقوف على أبرز وأهم الأهداف المرسومة لهذا الدرس معنا أول هدف أسمو وإياكم إلى تحقيقه أن يوضح الطالب والطالبة معنى العدة قبل الدخول في تفاصيل العدة وأحكام يلابد أن يعرف الطالب والطالبة ما هي وحقيقة العدة ثم ذلك نأتي وإياكم إلى الهدف الثاني وهو أن يذكر الطالب والطالبة مدة العدة فالعدة لها مدة ولها وقت ولها زمان فلابد أيضا أن يخرج الطالب والطالبة من هذا الدرس وقد عرف المدة لهذه العدة ثم نأتي وإياكم أيها الطلاب والطالبات أيضا إلى هدف ثالث نسمو إلى تحقيقه وهو أن يستنتج الطالب والطالبة الحكمة من مشروعية العدة لأن هذه الشريعة شريعة مبنية على الحكمة والله تعالى حكيم عليم فبإذن الله تعالى يظهر لكم الحكمة التي من أجلها شرع الله جل وعلا العدة ثم نأتي وإياكم بعد ذلك إلى هدف آخر من هذه الأهداف وهو أن يبين الطالب والطالبة موضع العدة إذن هذه أبرز وأهم الأهداف التي نسمو جميعا إلى تحقيقها بعد هذا أيها الطلاب انتقلوا معي ندخل وإياكم إلى جو هذا الدرس الممتع بإذن الله تعالى ومع هذا المدخل وهذه التوطئة التي ندخل من خلالها إلى درسنا إذا حصل الفراق أيها الطلاب والطالبات بين المرأة وزوجها بسبب طلاق أو فسخ أو خلع أو موت فإنه لا يحل لمرأة أن تزوج مباشرة بعد هذه الأحداث التي وقعت من رجل آخر بل لا بد لها أن تبقى مدة وهذه المدة حددها الشرع حتى يحل لها الزواج مرة أخرى وذلك أيها الطلاب والطالبات لحكم ومصالح يراعيها الشرع المطهر هذه الفترة أيها الطلاب والطالبات هي المعروفة في الفقه الإسلامي بالعدة إذن تعرف بالعدة نأتي وإياكم أيها الطلاب والطالبات لهذا النشاط الذي من خلاله ندخل إلى هذا الموضوع ونستوعب بإذن الله تعالى محاوره هنا بالتعاون مع مجموعتك راجعوا المكتبة ومركز مصادر التعلم ثم سجلوا ما تختارونه من تعريف للعدة في اللغة وكذلك عند الفقهاء مع الإشارة إلى المرجع دائما الطالب والطالبة إذا أراد أن يستفيد وأن يتوسع في فهم أي درس لا بد أن يكون له مراجع وأن يزور المكتبة وحتى يقف على ما يتعلق بهذا الدرس أو غيره هنا الجواب عن هذا السؤال نأتي إلى تعريف العدة لغة العدد مقدار ما يعد ومبلغه مقدار ما يعد ومبلغ هذا الذي يعد أيا كان هذا الذي يعد إذا هذا في اللغة هناك ارتباط وثيق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أو الاصطلاحي هنا نأتي إلى التعريف الشرعي لنربط وإياكم بين التعريفين هنا شرعا العدة هي التربص المحدود شرعا التربص أي أن الزوجة تتربص وتمكث مدة حددها الشارع الحكيم إذن هذا ما يتعلق بالتعريف للعدة في اللغة وفي الاصطلاح نأتي هنا إلى المرجع ما المرجع في هذا المرجع اللغوي هو القاموس المحيط وكذلك الملخص الفقهي القاموس المحيط أخذنا منه التعريف اللغوي وهو مرجع مهم في اللغة وأما الملخص الفقهي فهو يؤخذ منه التعريف الشرعي للعدة وانتقلوا معي أيها الطلاب إلى هذا المحور المهم المتعلق بمدة العدة هنا تختلف العدة أيها الطلاب والطالبات باختلاف حال المرأة باختلاف حال المرأة تأمن أيها الطالب معي الأدلة التي أمامك على الشاشة ثم صنف أنواع النساء في العدة حسب ما تتوصل إليه من هذه الأدلة في الجدول الآتي إذن علينا أن نتأمل الآيات ومن ثم نقف على تفاصيل الجواب بإذن الله تعالى عندنا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا هنا قوله من قبل أن تمسوهن أي من قبل أن تدخلوا بهن نأتد الآية التي بعدها قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قو ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر والمراد بالقر هو الحير نأتد الآية التي بعدها قول الله تعالى واللائي يائسن من المحيض من نسائكم إذا ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى هنا نأتي إلى تعريف بعض الكلمات في الآية اليائس من المحيض هي المرأة الكبيرة التي انقطع حيضها واللائي لم يحضن هن الصغيرات التي تزوجن ولم يبلغن مبلغ الحيض هذا ما يتعلق بالآيات والتأمل في معانيها نأتي إلى الوقوف على اختلاء العدد وأنواعها في هذا الجدول هنا قال الله تعالى أيضا والذين يتوفون منكم ويدعون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هنا أيضا هذا الحديث الصحيح ثبت في الصحيحين أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت حملها بعد موته بليال فلما قضت نفاسها أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج هنا الجدول نقف بإذن الله تعالى لنبين تفاصيل أنواع العدد نوع المعتدة ثم نبين مدة العدة ثم اشاهدنا الآيات التي استعرضناها قبل قليل هنا نوع العدة هنا المطلقة قبل الدخول في قول الله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن ليس لها عدة وهذا الشاهد فما لكم عليهن من عدة تعتدونها لأنه لم يحصل دخول على هذه الزوجة نأتي إلى نوع آخر وهو التي فارقها زوجها حيا وهي تحيظ نأتي إلى مدة العدة هنا ثلاث حياظ إذن هي يأتيها الحيظ إذن عدتها ثلاث حياظ والشاهد من الآيات قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروع يعني ثلاث حياظ نأتي إلى النوع الثالث من أنواع المعتدة التي فارقها زوجها وهي لا تحيظ هنا نأتي إلى مدة العدة لهذه المطلقة نجد أن مدة العدة أشهر ثلاثة أشهر ثلاثة والشاهد من الآيات التي معنا قول الله تعالى فعدتهن ثلاثة أشهر ثم هنا النوع الرابع من أنواع المعتدة المتوفى عنها غير الحامل امرأة توفي عنها زوجها وهي غير حامل فمدة العدة أربعة أشهر وعشر والشاهد من الآيات التي معنا قول الله عز وجل في الآية والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر ثم نأتي إلى النوع الخامس من أنواع المعتدة وهي الحامل المطلقة أو الحامل المتوفى عنها زوجها نجد أن مدة العدة حتى تضع حملها تضعه بعد ساعة من موته بعد شهر بعد أكثر من ذلك العبرة بوضع الحمل ثم الشاهد من الآيات قوله جل وعلا أجلهن أن يضعن حملهن إذن هذه التفاصيل المتعلقة بأنواع المعتدات وعدة كل نوع من هذه الأنواع أيها طلاب والطالبات نأتي إلى بيان الحكمة من مشروعية العدة الله جل وعلا شرع هذه الأحكام لحكم سامية وأشطار بالغة وقد يقف المؤمن على هذه الحكم وقد تخفى عليه هنا جميع أحكام هذه الشريعة أيها الطلاب والطالبات هي من عند الحكيم الخبير سبحانه وتعالى وهو تعالى بحكمته وعلمه لا يشرع شيئا إلا لحكم عظيمة فقد يتمكن الناس من الوقوف على بعضها وما يعجزون عن إدراكه من الحكم أكثر لماذا؟ لقصور علمهم ولذلك أيها الطلاب والطالبات يمكننا أن نتعاون في التماس بعض الحكم من مشروعية العدة بأنواعها فكونوا معي في الوقوف على بعض هذه الحكم كونوا معي أيها الطلاب والطالبات نعم نأتي إلى أحد هذه الحكم التي من أجلها سرع الله جل وعلا العدة التأكد من براءة الرحم فقد تكون المرأة حاملا من الزوج الأول فتختلط الأنساب وقد لا تكون حاملا من الزوج الأول ولكن تزوج ثم تحمل مباشرة فيكثر الكلام هل الولد هذا من الزوج الأول أم من الزوج الثاني إذن هذه حكمة ظاهرة من الحكم التي من أجلها شرع الله جل وعلا العدة نأتي أيها الطلاب أيضا إلى الوقوف على حكمة أخرى من الحكم السامية التي من أجلها شرع الله العدة إعطاء مهلة التفكير للمرأة قبل أن تقدم على الزواج الجديد فهناك فرصة للتروي والنظر والتأمل وعدم العجلة فهذا أيضا أمر وظاهر من الحكم التي من أجلها شرع الله جل وعلا العدة أيضا من هذه الحكم أيها الطلاب والطالبات رعاية حق الزوج السابق فالزوج السابق كانت بين هذه المرأة وبينه عشرة وحياة أجل هذه الحياة وهذه العشرة جعل الشارع الحكيم هذه المدة التي تعتدها المرأة بعد طلاق زوجها الأول فهذا فيه حفظ لحق الزوج الأول سواء كان متوفى عنها أو كان مطلقا لها أو بأي نوع من أنواع الفرقة أيضا من الحكم أيها الطلاب والطالبات تعظيم أمر عقد النكاح تعلمون أيها الطلاب والطالبات أن الله تعالى قال عن عقد النكاح وأخذنا منكم ميثاقا غليظا فسماه ميثاقا وصفه بأنه غليظ لذلك هذه العدد أي أن كان نوعها هي من تعظيم الله عز وجل لأمر عقد النكاح وأن أمر النكاح أمر عظيم عند الله جل وعلا لذلك شرع هذه العدد أيها من الحكم أيها الطلاب والطالبات إعطاء مهلة للزواج إعطاء مهلة للزواج وعدم العجلة فيما يتعلق بالزواج لهذه المعتدة إذن هذه أيها الطلاب والطالبات أبرز الحكم المتعلقة بالعدد وما يخفى أكثر ويتأمل الإنسان ليطمئن قلبه وإلا فإن الله حكيم عليم في أحكامه وفي شريعته سبحانه وتعالى نأتي أيها الطلاب والطالبات وإياكم إلى هذا النشاط لنتأمل فيه ونزداد بإذن الله تعالى استيعابا لدرسنا هنا أكتب أيها الطالب ما يمكنك التوصي إليه من حكم أخرى يعني أن ذكرنا بعض الحكم لكن قد يظهر لكم أيها الطلاب والطالبات بعض الحكم وهذا يجعل الواحد مننا يمعن التفكير والتأمل والنظر حتى يستخرج بعض الحكم من الحكم مثلا أيها الطلاب وجود مهلة للإصلاح بين الزوجين إذا كانت طلاقوا رجعيا أو كانت طلاقوا بيننا صغرى فيمكن أن ترجع إلى زوجها الأول أيضا من الحكم التي ممكن أن نستخرجها أيها الطلاب والطالبات وكونوا معي إطالة زمن العدة وخيار الرجعة فهذه المدة التي تطول للعدة أي أن كان نوعها هي فرصة للرجعة ومراجعة الأمر للزوج أو الزوجة أيضا من الحكم التي ممكن أن نستخلصها ونستنبطها حفظ لحق الزوج وحق الولد قد يكون بين الزوجين ولد أولاد ففي هذا مراعاة بعد التروي والتفكر قد يرجع الزوج أو الزوجة عن هذا الأمر وترجع الأمور إلى نصابها أيضا من الحكم التي ممكن أن نستخرجها ونستنبطها إظهار الزوج التأثر بفقد الزوج أو الزوجة بفقد زوجها فكل منهما يتأثر بعد تلك العلاقة والمدة التي عاشاها في هذا البيت يحصل الفرقة فهذا التأثر قد يجعل الواحد من الزوجين يراجع نفسه ويعيد الأمر إلى ما كان عليه هذه بعض الحكم وهو أمر لا بد منه من التأمل والنظر حتى يقف المرء منه على هذه الحكم التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى هذه العدد أيها الطلاب والطالبات أيضا احترام العشرة من الحكم احترام العشرة التي كانت بين الزوجين فهي عشرة دامت سنوات أو أشهر أو أيام فهي لها مكانتها ولها قدرها من الحكم التي من أجلها شرع الله العدة احترام العشرة التي كانت بين الزوجين هذه من أبرز الحكم التي تعلق بالعدد نأتي أيها الطلاب إلى موضع العدة موضع العدة هنا أولا الزوجة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها تعتد في بيتها التي كانت فيه حين توفي زوجها ففي بيت الزوجية تبقى فيه وتربص المدة التي سرعها الله جل وعلا لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك رضي الله عنها بن سنان حينما تزوجها رضي الله عنهما أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلا والمرأب بالكتاب يعني العدة حتى يبلغ الكتاب أجلا هنا يجوز أن تنتقل منه للضرورة أو الحاجة الشديدة حيث شاءت مثلا إذا كانت تستوحش بهذا البيت أو لم يكن عندها أحد من أقاربها وأهلها في بلد آخر ونحو ذلك فإنه لا بأس أن تنتقل من هذا البيت أو كان هذا البيت للورثة وإن سيباع هذا البيت ويقسم المال بين الورثة فتضطر المرأة إلى الخروج من هذا البيت هناك بعض الأمور التي لا بأس للزوجة المعتدة أن تنتقل من هذا البيت نأتي أيها الطلاب إلى موضع آخر من مواضع العدة وهو الزوجة المطلقة ثلاثا طلاقا بائنا إذا طلقت المرأة طلاقا بائنا بيننا كبرى فهنا تعتد حيث شاءت لماذا لحديث فاطمة بنت قيسر رضي الله عنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي أي عند أهلي لأنه أصبحت فرقة بينهما ولا رجعة إلا أن تنكح زوجا غيره فهنا ليس لها أن تبقى في بيت الزوجية أيضا نأتي أيها الطلاب إلى النوع الثالث من مواضع العدة وهي الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا طلقها الأولى أو طلقها الثانية وهي في مدة العدة تعتد هذه الزوجة في بيت زوجها ولا تخرج من هذا البيت لماذا؟ لأنه يلزمها البقاء فيه والله تعالى قد سمى بيت الزوج بيتا لزوجها المطلقة فقال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة نأتي أيها الطلاب والطالبات إلى ختم هذا الدرس بعد أن استعرضت وإياكم ما يتعلق بالعدة في تعريفها وكذلك أنواع العدد وكذلك مواضع العدة ونحو ذلك من المحاور المهمة المتعلقة بهذا الدرس المهم أسأل الله جل وعلا لولكم التوفيق والإعانة أشكر لكم أيها الطلاب طيبة المشاهدة وحسن المتابعة ألقاكم على خير بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته